ما هي أوجه الاعتراض لدى الاتحاد سواء كانت على المفوضية أو حتى على قانون الانتخابات وهل تستحق كل ما حصل في برلمان إقليم كردستان من تشابك وعراك بالأيدي أحييك أستاذ سعد ومشاهدي الحرة وأستاذ علي صراحة الاتحاد وطن الكردستاني كان وما زال يعتقد بأن الحوار هو السبيل الوحيد والخيار الأمثل للوصول إلى التفاهمات أولا ما حصل اليوم فيه بعد سياسي وبعد قانوني البعد السياسي هناك اتفاق بين القوى السياسية الكردستانية الاتحاد والديمقراطي وحركة التغيير على أن يتم حسم موضوع المفوضية وتعديل قانون الانتخابات وفق مبدأ الانسجام والتوافق السياسي ثانيا هناك اتفاق بين قادرة الكتل البرلمانية في برلمان إقليم كردستان على أن يكون هذا الملف مرتبط بملف الانتخابات ويكون عليه توافق وطني ثالثا الملف بما يتعلق بالبعد القانوني أولا كما كان في تقريركم أي تعديل أو أي إضافة لجدول أعمال جلسة برلمان الإقليم يجب أن يسبق ذلك 24 ساعة وما حصل بأن تم إعلان عن إضافة دون العودة إلى رئيسة البرلمان قبيل 20 ساعة وبحد ذاته مخالف لروح المادة 48 رابعا من النظام الداخلي الذي ينظم عمل برلمان الإقليم ما قامت به دكتور الرواس فائق برفع الجلسة وتأجيل الجلسة هي صلاحية حصرية ممنوحة لها وفق المادة 18 ثالثا حتى تدلاف ما حصل من الشجار واشتباك داخل البرلمان وأن تعود القوى السياسية العقلانية والموضوعية لذلك مثير للشفقة ما قام به نائب رئيس البرلمان لأن هذه الخطوة غير مدروسة وغير حقيقية لأن صراحة أنا أعتقد بين هلالين أنصح التعبير هو جزء من العبث السياسي لأن صراحة لم يتمكن بهذه الطريقة أولا هو يعتمد على المادة 19 من النظام الداخلي ومادة 19 أول من النظام الداخلي يقول في حال غياب رئيسة البرلمان الرئيسة المنطقة غائبة كانت حاضرة في الجلسة وكانت حاضرة في مبنى البرلمان هذا بحد ذات إن طرح أمام المحكمة الاتحادية وإن طرح أمام من يقوم بفصل بهذا الملف بالتأكيد ستميل الكفة لرئيسة البرلمان وللاتحاد الوطن الكرساني عموما نحن ندرك تماما بأن هذه الخطوات هي خطوات لإجهاض محاولة التقارب بين الاتحاد والديمقراطية على سبيل المثال للحصر تسمح لي عندما كان اللقاء بين السيد مسرور البرزاني وسيد قباط طالباني كان هناك ترحيب دولي على سبيل المثال باربارا ليف قالت مساعدة وزير الخارجي الأمريكية قالت بأن هنا خطوة عظيمة سفيق قنصل البريطاني في أربيل روزي ليكيف أيضا أعلنت بأن هذه خطوة جيدة وكذلك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد كان هناك ترحيب من قبل الجميع تقريبا سيد خوشنا لهذا التقارب بعد أشهر من القطيعة وأن الحالة السياسية بدأت تتنفس السعداء إسمح لي إذا سمحت لي حتى نستغل فقط الوقت ونوزع التوقيت بشكل عادل دعني أنتقل بهذه التساؤلات إلى ضيفي من بغداد سيد علي الفيلي إذن ينبغي أن تكون هناك توافقات على أي شيء يطرح على مجلس النواب بالرجوع إلى باقي الكتل وبالسياقات القانونية 24 ساعة لماذا تجاوز البارتي هذه الاتفاقات وطرح القانون بهذه الطريقة على المفاوضية نعم مساء الخير عليك أستاذ سعد وعلى ضيفك الكريم ومشاهدين قناتكم الموقرة أينما كانوا فقط للتصحيح أنا من أربيل وليس من بغداد شكرا للتصحيح أنا أيضا حاضر في استوديوهات الحرة في أربيل نعم بالحقيقة ما جرى اليوم في برلمان كردستان ينمع عن عدم الشعور والإحساس بالمسؤولية من قبل بعض النواب يعني هذا التقارب السياسي يعني أستاذ محمود يقول هناك نية لنسف هذا التقارب بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني من له مصلحة يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني كان هو مبادر للتقارب ومبادرة فخامة الرئيس مسعود البرزاني في الحادي عشر من شهر الجاري ومن ثم عودة فريق الاتحاد الوطني إلى اجتماعات مجلس الوزراء وأداء مهامهم وأيضا اجتماع يوم أول أمس بين المكتبين السياسيين كل الأجواء كانت تشير بأنه يعني جلست اليوم تسير بشكل سلس وبشكل إيجابي الفقر المختلف عليها هو تفعيل عمل المفوضية هذا طرح على رئيسة البرلمان حسب النائب الأول وأيضا سكرتيرة البرلمان لكن لماذا لم يطرح قبل 24 ساعة سيد خوشناو يتحدث عن 20 ساعة أو أقل نعم نعم لا لا طرح قبل 24 ساعة وهي رفضت وهي لديها الحق ترفض أو تقبل ولكن النواب يستطيعون إدخال موضوع للتداول كيف ينائب الأول لرئيس البرلمان وأيضا سكرتير البرلمان أنا أعتقد وأيضا إيقاف العملية الديمقراطية بهذا الشكل أنت تستطيع من خلال التصويت أن توقف أي عمل أنت غير مقتنع به ليس من خلال مهاجمة يعني منصة رئيس البرلمان وتهشيم شاشات والتشابك بالأيدي هذا ينم عن عدم إحساس بالمسؤولية والحقيقة كما جاء في تقريكم هو عمل صبياني بالحقيقة طيب سيد فيلي إذا كانت القضية متفق عليها أن تطرح والرئيسة البرلمان رفضت لماذا يستغل النائب رئيسة البرلمان الأمر بغيابها ويطرح الموضوع للتصويت ليس بغيابها عندما تنسحب هي من الجلسة نائب الرئيس في غياب رئيسة البرلمان يستطيع أن يدير الجلسات هي انسحبت وتركت الجلسة أيضا الجلسة تستمر هذا النقاش لا نستطيع أن نحسمه هناك محكمة اتحادية هناك جهات أخرى تحسم قانونية جلسة اليوم يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقد بأنه جلسة اليوم هي قانونية وما تم التصويت عليه هو قانوني والأخوة في الاتحاد يرون حكس ذلك إذن هناك جهات أخرى دستورية سوف تتبت في هذا الموضوع وليس التشابك بالعيد دعنا نستمع إلى وجهة نظر السيد محمود خوشناو بهذه النقاط تحديدا سيد محمود لماذا يلجأ النواب الاتحاد إلى هذه الطريقة بالاعتراض كان لديهم الحق بأن يعترضوا بأصواتهم ومن ثم من حق النائب كما يقول السيد علي الفيلي أن يطرح القضية إلى التصويت لأنها من صلاحياته بعد انسحاب رئيسة البرلمان كيف ترد على ذلك؟ يبدو أن الأستاذ علي غير مدرك بالنظام الداخلي ولا يعلم حيثيات الجسد وما حصل بالتحديد لأن أولا الجلسة رفعت وتأجلت ومن قام برفع الجلسة وفقه كما أسلفت المادة 18 ثالثا من مادة 18 هي رئيسة البرلمان وهذه صلاحيات الرئيسة رفعت الجلسة عندما ترفع الجلسة وتأجل الجلسة لا يهجز أن تكون هناك جلسة إلا بجدوى الأعمال جديد وباتفاق جديد ويعلن قبيل 48 ساعة ثانيا أي إضافة إلى جدوى الأعمال يجب أن يكون 24 ساعة تم إدراج فقرة جديدة عند الساعة الثانية 10 ظهرا دعنا نعود إلى موقع البرلمان وما نشر بالنظام الداخلي إضافة في جدوى الأعمال كان في الساعة الثانية في الساعة الثانية بعد الظهر والجلسة كانت اليوم في الساعة العاشرة صباحا إذن هناك 20 ساعة وفي المادة 48 رابعا يجب أن يكون 24 ساعة إذن ما أضيف هو 28 ساعة وهذا مخالف للنظام الداخلي وغير قانوني قضية أخرى لم يكتم مهاجمة المنصة لأن الجلسة أصلا رفعت وتم تأجيل هذه الجلسة وما حصل أن نائب رئيس البرلمان حاول أن يلتف حول النظام الداخلي والقانون الذي يبيه ميزة قانونية وحاول أن يثبت حضوره السياسي الحزبي بعين عن النظام الداخلي وهذا ما قلت يظهر جليا سيد محمود نعم هذا بعد رفع الجلسة نعم بعد رفع الجلسة أتفق استاذ سعد هذا بعد رفع الجلسة بعد التأجيل ورفع الجلسة من قبل الرئيس حاول النائب الرئيس أن يقوم بإجراءات مخالفة للنظام الداخلي نعم أنا لست متفقا مع ما حصل داخل وباعتبار هناك رئيس كتلة الاتحاد الوطني من الجرحة يعني لم يجرح أحد من الديمقراطي وما جرح من تم جرحه هو رئيس كتلة الاتحاد الوطني هم تهجموا على رئيس كتلة الاتحاد الوطني تهجموا على أعضاء الاتحاد الوطني كم كانت تبادل قناني الماء على أعضاء الاتحاد الوطني وكان هناك ردة فعل من ذلك لذلك أنا أقول بأن لا تحل المشاكل بهذه الطريقة وكما أسلفت بدليل بأن لم يكن هناك ترحيب دولي بهذا الأمر. وفريق الدعم الدولي الذي أتى إلى برلمان الإقليم. واجتمع مع رئيس البرلمان. واجتمع مع رئيس الإقليم. ومع رئيس الحكومة. وسيد قباط طالباني. وحزاب السياسية في إقليم كوسان. أكد على أن يتم التوافق في هذا الملف لأن هذا الملف فيه بعد سياسي. وتفق عليه سابقا. أما ما حصل اليوم صراحة هو لإجهاض مبادرة السيد مسعود البرزاني. ما حصل اليوم أقوله بصراحة. هو إجهاض مبادرة السيد مسعود البرزاني. بالتأكيد نائب رئيس البرلمان بالتأكيد نائب رئيس البرلمان هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. والسكرتيرات البرلمان. المشكلة أن السكرتيرات البرلمان هي من المكونات الأساسية من التركمان. لا يجز أن تتدخل في صراع بهذا الشكل. وهذا أصل المشكلة. خلافنا على المكونات. بأن طالما ما كانت المكونات تنأى عن نفسها في هذه الصراعات. لكن مع الأسف السيدة مونة تدخلت سلبا في هذا الصراع بين الاتحاد والديمقراطي. وأجدت مبادرة السيد مسعود البرزاني قبل مبادرة فريق الدعم الدولي. التي ساعدت القوى الكردستانية بإنهاء القطيعة. سيد علي لماذا يسر البارتي على هذا القانون وهذه المفوضية مع أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية هذه المفوضية. أستاذ سعداني. هناك مقولة تقول بأنه كلم العاقل بما لا يعقل. فان صدقك فلا عقل له. يعني من المعقول نائب رئيس البرلمان. هو من حزب الديمقراطي الكردستاني. يريد أن يجهد مبادرة الرئيس مسعود البرزاني. هذا كلام غير منطقي. وأنا يعني الأستاذ محمود أنا أحترمه. ولكن اليوم يبدو حتى اختيار الكلمات غير موفق. عندما يقول بأنه الأستاذ علي غير مدرك. أنا أقول أيضا أن تتهد بما لا تعرف. يعني بالحقيقة في هذه الكلمات يعني أرجو أن تبقى لغة الحوار على مستوى العالم كي نحافظ على اللياقة الحديث. أرجوكم. إذا ما يقول هو غير مدرك يهاجم بهذا الشكل. لا هذا معيب هذا. أنت أيضا بالحقيقة هذه الكلمات لا تغني ولا تسمن. يعني أنا أقول لك اليوم ما جرى في برلمان كردستان يتحمل مسؤوليته الأعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني. وخالفوا توجهات القيادة في الاتحاد الوطني فقط أجبني على سؤالي سيد علي. لماذا يصر الديمقراطي على قانون ومفوضية الانتخابات بوضعها الحالي؟ سيد العزيز ما هو البديل؟ يعني قرار المحكمة الاتحادية واضح. عندما يلغى هذه المفوضية تلغى هناك البديل سوف يكون من الحكومة الاتحادية أو المحكمة الاتحادية تحدد البديل. والمفوضية هي مفوضية وطنية ومشاركين فيها من جميع الأحزاب السياسية. يعني هذا مكسب للشعب الكردي. من يريد أن يعطل هذه المؤسسة ما هو هدفه؟ أنا أنا تسأل هنا أو أسأل من سيد محمود ما هو هدف تعطيل هذه المؤسسة وألغاها؟ هل يخدم هذا تطلعات الشعب الكردي وما نصبوا إليه وانتخابات الإقليم؟ لا أنا أقول لك لا. يعني هذا يتخدم أجندة غير وطنية بالحقيقة. يعني هو معروف. وإلا تفعيل المفوضية كان متفق عليه. تفعيل المفوضية لإجراء الانتخابات. وتأجيل العام أيضا كان بسبب هذا الخلاف. يعني الأحزاب كلها اتفقت بأنه تجرى الانتخابات مع هذه المفوضية. مع لزم الشديد اليوم ما جرى في مجلس النواب من قبل نواب الاتحاد هو خارج عن النص وخارج عن وصالت. سيد علي. دعني أتحول بسؤالك إلى سيد محمود. يعني ما البديل في حال إلغاء هذه المفوضية؟ وهل سيكون مقبولا أن تكون رسمة المفوضية بشكلها الجديد من قبل الحكومة الاتحادية؟ كما أسلف نحن نراها على الحلول. الحلول الجذرية للترقيعية. المفوضية أولا هناك دعوة في المحكمة الاتحادية تنظر في تمديد عمل البرلمان بدستوريتها من عدمه. ثانيا اليوم بعد ما حصل في برلمان الإقليم وبساعات قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بإجابة محكمة الاتحادية بأنها مستعدة لإجراء الانتخابات في الإقليم. إذن المحكمة الاتحادية عندما تبت في مستقبل الانتخابات في الإقليم في يوم تبت في مصير الانتخابات في الإقليم والمفوضية أيضا هي طالبة المفوضية الاتحادية بإجراء الانتخابات لم تخاطب منفوضية الإقليم باعتبار منفوضية الإقليم معطلة. طيب بالحديث المحكمة الاتحادية لديهنية لأن تجري المفوضية والانتخابات في بغداد إذا تسمح لي أكمل هذه الفكرة هل ستلجأونك اتحاد وطني إلى المحكمة الاتحادية ذا الطعن بما جرى اليوم؟ لا نحتاج إلى المحكمة الاتحادية لا نحتاج إلى محكمة الاتحادية لا يوجد جلسة بعد الاشتباك الحصل وبعد رفع الجلسة تم دخول مئات وعشرات من الحراس والأمن إلى داخل القاعة ما موجود في القاعة ليس في النواب هناك أمن وحراس وشرطة داخل القاعة لا نعلم من صوت الشرطة وغير الشرطة أم الأمن لكن المحكمة الاتحادية بعد يومين ستبت في ذلك والمحكمة المفوضية الاتحادية أجابت المحكمة الاتحادية اليوم بأنها مستعدة لإجراء الانتخابات إذن لا أهمية لمفوضية الانتخابات في الإقليم شكرا جزيلا من أربيل كان معي القيادة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو وأيضا من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي شكرا لكم أطيفي الكريم